دكتور خالد خليني أعود إلى هذه النقطة الخطيرة في القصة اللي نشرتها بلوتيكو الأمريكية قرأتها في أول الحلقة بغاعدها عليك مرة أخرى يمكن لأكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي قطع آثار أقدام الحكومات على الإنترنت ببضع نقرات طيب هذا اليوم يستدعي مننا في العالم العربي نتكلم بالذات الدول الاعتدال الدول التي تسير إلى الإصلاح وينطلاق للمستقبل هذا يستدعي منك عادة النظر في آلياتك الإعلامية ومؤسساتك الإعلامية لأنه لأي سبب كان تعس فيه حسب قصة البوليتيكو الأمريكية بنقرة زر أنت تغيب من هذا الفضاء أنت من وحي حديثك أنا استخرجت مصطلح إنجاز التعبير سميته النفي الفضائي أنت تنفى فضائيا لا أحد يعرف عنك الآن دول تنفى فضائيا هل الآن الأوان أننا عدا عن تطوير مؤسساتنا الإعلامية يكون عندنا بلاتفورم خاص فينا في العالم العربي؟ هو ده شيء المفروض أستاذ طارق يكون مفروغ منه السوشال ميديا حاليا هي أمر واقع نعم يعني نحن نناقش لكي نفهم صحيح إنما هي أمر واقع فلذلك لابد هذا شيء مفروغ منه لابد أن يكون لديك يعني ابتكار إعلامي مستمر منصات جديدة شركات كبرى تتفهم ولكن لا نستطيع أن نتجاوز عن فكرة أن الوسائل التواصل الاجتماعي جذبت الناس إليها بشعارات جيدة بشعارات جيدة هي ما ظهر بعد ذلك أن هذه الشعارات لم تكن صادقة وبالتالي حين تحاول أن توسع قدراتك الإعلامية فلابد أن تتفهم الجودة المهنية للإعلام شيء مهم جدا وأنا أتمنى من جميع المسؤولين ومن في يدهم الأمر في هذا الموضوع أن يتفهموا أن الإعلام الجيد لم يعد رفاهية الإعلام كما أشرت حضرتك في بداية الحلقة هو قرين الجيوش في أي صراع الإعلام يصل إلى الآن إلى كل بيت وإلى كل غرفة فما من مناص عن شركات إعلامية كبرى ولكن بقواعد مهنية جيدة لكي تستطيع المناسبة